وخلينا مع انجلترا تصريحات داني ميلس طبعا مدافع منتخب انجلترا ومشاستر سيتي السابق اللي تكلم شوية على بقاء صلاح مع ليفر بول وقال من وجهة نظره طبعا دي وجهة نظره انه ليفر بول لن يتمكن من انه يلبي طلبات صلاح المادية مع مفاوضات جديد عقد ومفترض انه صلاح هيخلص بعقده مع ليفر بول عشرين تلاتة وعشرين بس طبعا انجلترا 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 ما بتستناش على النجوم من عارة تقيل اللي زي محمد صلاح عشان يسيبه يمشي في صفقة انتقال حر لا بالتأكيد طبعا حاجة من الاتنين يا اما تكسب منه فنية بمعنى انها يفضل موجود في صفوفها وبالتالي يكون فيه مرضود على الفريق من ناحية الفنية ويساعده في النحاق بطولات ودي بتترجم في النهاية الارقام وفلوس يا اما لقت على جدد معايا ولو فيه نية او رغبة في الانتقال فاكسب من وراك في صفقة بيع كبيرة جدا انت حقق لي برضو مرضود مادي اقدر اعيد استثماره الناس دي بتفكر كده في كورة القدم وبالتالي الكلام عن تجديد محمد صلاح كان كتير جدا في الفترة الاخيرة لكن داني ميلز بيقول انه صلاح في اللحظة دي بيشترط انه يحصل على راتب يصل لخمسمائة الف جنيس ترليني في الاسبوع وده رقم مبدئيا لللي مش متابع او لللي مش عارف فلكي خيالي بالنسبة لدوري هو الاقوى والاغنى بالمناسبة على مستوى العالم بتكلم عن الدوري الانجليزي لكن يبقى الرقم ده بالنسبة ليفر بول والكلام على عهدت داني ميلز انه ليفر بول مش هوافق تحت ايه ظرف من الظروف على انه يدي محمد صلاح الرقم ده وده في اللحظة دي يعني هو بيقول له منظومة ليفر بول كمان بالذات لها سقف للرواتب والقصة مش قصة قدرات ليفر بول على انه هما يدوا لمحمد صلاح خدوا بالكم الكلام ده لانه كلام ده مهم قوي وممكن يعني تعمله اسقاط على المنظومة عندنا هنا القصة مش قصة انه ليفر بول يقدر يدفع 500 الف سترليني لمحمد صلاح ولا لأ لكن القصة انه ليفر بول لو وافق يدي محمد صلاح 500 الف سترليني ده معناه انها تبتدي اصوات تانية تطلع من جوا الفرقة والفرقة فيها نجوم كتير الحقيقة ونجوم على اعلى مستوى وكل فرقة العالم تتمنى ان هما يكونوا موجودين في صفوفها انها كمان هتطالب برفع سقف مرتباتها عشان تبقى لانها من وجهة نظرها يعني مش اقل من محمد صلاح وهنا هتكون المشكلة الحقيقة هو من وجهة نظره كدني ميلس طبعا بيقول انه ده نظام حطه النادي مش من الممكن ابدا انه يكون فيه استثناء حتى ولو كان لمحمد صلاح وبالتالي فانه البديل اما انك انت تردخ لطلبات وامكانيات ونظام ليفر بول او انه عليك طبعا الرحيل وده اللي يمكن هيبان في الايام القادمة وان كنت الحقيقة في ظل المركاتو اللي حصل السنية ده اتوقع انه مستقبل صلاح مع ليفر بول مش هيمتد الفترة طويلة وانه صلاح على وشك انه يكون مع واحد من الاندال الكبيرة التانية مش بس في انجلترا لكن كمان بتكلم في اوروبا بشكل كامل حاليا